اشتركوا في القناة 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 في مارج ماهم شي واو يعني في مارج الشي الوحيد اللي عجبني من الأشياء اللي سوتها أبل دل السنوات اللي راحت يمكن الـ AirBots بعد أن نزلت في الـ BabyWare تغريبا برضو لكن هذا الوقت اللي يعني بداية الربع الأول من السنة يعني من الأشياء اللي تسوية أبل معروف الربع الأول ما تسوي شي قوي فأنا حبيت الأيباد خاصة الأيباد برو تاريخها في أكتوبر يعني الشي القوي اللي ينزل في الأيباد برو أو الشي القفزة القوية في أيباد برو كلها تزلت في أكتوبر ما مرة تزلت في مارج اللي سنة راحت ولا بغفزة قوية أنا إلى الآن أستخدم الأيباد برو 2018 ما استخدمت في 2020 ما عندي سويت لكم مراجعة فيه ما سبقت من أصلا شو اللي في معالج نفس المعالج شق الله النواء اللي موجودة أو الردي في الأيباد برو 2018 لكن النواء طافي هناك لحق الـ GPU شق الله هنا حطوا الكليدار مايكات أكثر ما شو في فرق مش القفزة من الأيباد 2017-2016 إلى 2018 2018 القفز القوي اللي سوتها هنا فإذا كان في قفزة ما توقع عبل تسوي في مارج لو بتسوي في مارج توقعوا شو اللي بتسوي في الأيباد يعني لو بتنزله في مارج بتحط المني ليد مايحتاج مؤتمر يعني طيب لشهر ثاني شو بتسوي فيه في الأيباد فإذا بينزل الأيباد برو في مارج إن شاء الله ينزل في شي قوي وتطير نظرتنا في شهر ثلاث اللي حق عبل إنجليزي بعض الأشخاص يقول شهر ثلاث يقول هجري ولا ميلادي شركة ما رح تتكلم لك شركة بتحط لك التاريخي ميلادي فهذا اللي نشوف هل بتنزل الـ AirTag في مارج إن شاء الله تنزل الـ AirTag في مارج في مارج فبعض الأشخاص يقول نتأخر البتري باقي اللي تكلمنا عنها وتكلمنا في الكودينج في iOS 14.5 في البيتا الثاني طلعت فيها شبار إن أبل أصلا هذي بدأت عليها من قبل ستة شهور كانت بتنزلها أول ما نزل آيفونات 12 لكن كانت في مشاكل في الحرارة وأجلتها الآن برضو تيست عندها فبعض الأخبار يقول لك بتنزلها في مارج وبعض الأخبار يقول لك لا ما رح تنزلها في مارج رح تتأخر أكثر فإن شاء الله ما تتأخر أكثر إن شاء الله بس نستنى لأيبادو برو اللي في مارج اللي أبل أتمنها تقير نظرة من لحق مارج بمنتجاتها إن شاء الله يكون في شي قوي أنا أول آيو اس إلى الآن أستخدمه أخذ معي سنتين سنتين وشوي وهو آيبادو برو 2018 هو الجهاز الوحيد اللي عاش معي للآن يعني من من 2007 من بديت أشتري الآيفونات ما في شي جديد هل رح يكمل معي ويكون أول آيباد أو أول آيو اس يجلس معي ثلاث سنوات إذا ما سوت شي أبل في مارج أنا ما رح يكون عندي دافع أني أشتري الآيبادو برو الجديد إذا كان بس مني لديت شاشة جديدة مثلا بالدارك يكون أفضل ولا ما رح يسوي لي دافع نشتري يمكن يعطيني دافع إذا غيروا اليو اس بي سي لأنه بطيء مرة في النقل إذا كنت تحط هاردلسك أو الأشياء بتشيله وتركبه يمكن يعطيني لأنني أنا من النوع ما استخدم إلا آيكلاود لكن إذا كنت في الجامعة وعندي شي في العباد وبعطي واحد من الشباب أخذ وحط أفتح موقع يعني أفتح اللابتوب في الجامعة وكنتر الجامعة وأسجل في آيكلاود وأخذ منه نزده وتسجيل وتنتظر جيش رسال تجيب وحط فلاش عندك وينقل وخلاص وخصا نقل حق الشباب فأتمنى يحدثون الـ USB-C السبيكر ممتاز لكن أضل ما أدري ليش متمسكة بالجوانب السبيكرات الحواف السود اللي موجودة في الجامعة ليش ما يكون السبيكر يكون في الحواف يكون نقبال الشخص حسنا بيكون أفضل أفضل بكثير في الجوانب لايباد السبيكرات قوية والله عارفين قوية وامتازة لكن تنحط قدام أفضل أفضل بكثير مننا في الجوانب أنا متوقع أني بنشوف المعالج الأموان في لايباد أنا متوقع عندنا A14X A14Z ما تش بيسمونه تحدى الأموان الأموان وقطاع الماك يحط لنك معالجريت معنا حتى يعني دبارة من يكون نفسها لكن هذا القطاع وهذا قطاع هذا مبيعات وهذا مبيعات هذا السوف توير هذا السوف توير كذا يكون تحدي مثل ما قلت قبل قبل تتحدى نفسها بنفسها هذا القطاع يتحدى هذا القطاع كذا النجاح يكون بس ننتظر بعد أخبار يقول لك في يوم 16 مارج لكن طلعت أخبار ثالي قلت لك لا ما في مؤتمر يوم 16 مارج ممكن يصير لايب ممكن أبل تدرب كل شيء فجأة إذا نزلت فجأة أتمنى الشيء الوحيد اللي نزلت فجأة يكون نفس تنزيله لحق ماكبوك برو 16 انش 2019 التغيير من 15 إلى 16 ورجعت الكيبورد وقوة المعالج وسوت الأشياء كلها هذا رفريش بدون مؤتمر لكن شي قول أتمنى يكون كده على الأقل نشوف أتمنى الكاميرا أبل جهة اليسار مع الماجيك كيبورد يسار ترفعينها فوقت حطينها كلها لابتوب أتمنى أبل مع أني أدري أنه ما رح يكون بس أتمنى نحلم الحلم مجاني فبس نصدر نشوف لأن مثل ما قلت قم بالخبار يقول لك إن في يوم 16 لا تخبر تنفي إن يكون المؤتمر أو في حدث عند أبل يوم 16 لكن ما نفت إنه ما في مؤتمر في مارج يعني بعض الخبر قد يقول لك مش يوم 16 المؤتمر لكن ما ننفي إنه ما في شي جديد عند أبل في مارج نشوف في بناة الفيديو تنسونا اشتراك بالغناة واشتراك في حساب سناب شارك شارك وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا والسلام عليكم مع أيبان جديد إن شاء الله